يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الضابط في باب ما يطلق على الله من باب الإخبار ومن مراد بقول أهل العلم إن في هذا الباب سعة إن عن باب الإخبار أوسع من باب التسمية والصفة تخبر عن الله كذا وكذا إذا صح إذا صح عن رسول الله ما هو تخبر بشيء من عندك لكن تخبر بالأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن الله ولكن كره الله بعاثهم هذا أخبار ما تأخذ منها اسم لله تقول الله الكاره أو الغاضب ما تقول هذا لكن تأتي بالفعل كره الله بعاثه فتثبت أن الله يكره وأن الله يبغض وأن الله يسخط ولا تأخذ منه أسمى لله عز وجل نعم